بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهد من آل محمد عليهم السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم وحربون لمن حاربكم إلى يوم القيامة وحربون لمن حاربكم ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله غمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمتين أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخر يا أبا عبد الله إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحر وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله ورسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحر وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لموالاكم وعدون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفر اللهم اجعل محي محمد وآل محمد ومماتي محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبات للعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العنبا سفيان ومعاويتا ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدلا بدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم أني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذه وأيام حياته وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابعا له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولادي الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم والعن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاة الحسين يوم الورود يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين دون الحسين عليه السلام آمين رب العالمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان إلى روح والدتي رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات